متجوزة وزوجها يعني ثابت شغلها معنا دقيقة طيب زوجها راجل بخيل ومعها الأولاد وفي مشاكل بينه ومن بعض يا سيدة أمو أحمد هنسيس أمورنا ونحاول نعيش معها طالما متجوزين وعايشين وعندنا أولاد مش هينفع دلوقتي ناخد قرار علشان زوجي بخيل ماينفعش أطلع أو أخلع ماينفعش أوعد اسمعي كلامي النهاردة في الخلع أنه هو على الوضع ده أخلعه لأ بخيل سيدنا النبي كده قال لزوجة أبو سفيان لما اشتكت أنه هو رجل شحيح يعني بخيل قال لها خذي ما يكفيكي وولدكي بالمعروف لو أنت شايلة مصاريف الأولاد عشان أنت بتشتغلي الحياة مشاركة إذا كان النهاردة بيفكها أو النهاردة مأزمها علي يمكن بكرة ربنا يسهل ويفكها